صباح خان درس جغرافيا للصف الثالث ثانوي الثانين بخمسة عشر لتة ألفين وعشرين المحور عالمية التبادل التجاري الوحدة صلع رئيسية في التجارة العالمية والدرس سيتمحور حول النفط الإنتاج والحاجات وتجارة النفط الدولية نفتح كتابنا صفحة 153 والدرس الذي نشتغل عليه هو صفحة 159 بدايةً بدي أطلب منكم يكون الكتاب موجود قدامكم أنتو وعم بتتابعوني بالدرس اللي بدنا نشرحه سواه بنهاية الدرس بدنا نكون قادرين نبين أداية حجم الإنتاج العالمي من النفط وحجم الاستهلاك منه بدنا نحدد سوا أهم الدول المنتجة للنفط والمستهلك إلى الألو بدنا نبين حجم تجارة النفط العالمية بالنسبة إلى إنتاجه العالمي ونحدد أهم الدول المصدرة والمستوردة ونستنتج وجود دول مصبرة لمشتقات النفط من دون أن تكون منتجة للنفط وتحديد القوى الفاعلة في تجارة النفط وأخيراً بدنا نبين أهمية النفط العربي بالتجارة الدولي أو العالمي بداية الدرس بدي أطلب منكم في أسئلة على المستنبات بدي منكم تشاوبوا عليها تاخدوا دقيقين للإجابة وبنرجع بعدين بنسمع الفويس اللي أنا معلقة فيه على المستنبات وياراتب تلتزموا فيها حتى أنتوا تقدروا تحللوا وتفهموا مصدر ومشوعة من الحكاة الإنتاج والاستهلاك النفطي في العالم مثل ما تعودنا بمجرد ما نشوف المستند بدنا نحدد طبيعته وموضوع طبيعة المستند هو رسم بياني منحنة موضوعه مثل ما اتفقنا في عنا سنوات بنقول تطور الإنتاج والاستهلاك النفطي العالمي بين سنتين 2014 و2018 بنلاحظ تزايد حجم الإنتاج والاستهلاك من سنة 2014 حتى سنة 2018 وهون الاتجاه العام لتطور كل من الإنتاج والاستهلاك بنقول هو تصاعد وأكيد الوقت اللي بيزيد الإنتاج هو نتيجة زيادة الطلب الملاحظة الثانية هي ترابط بين كمية الإنتاج بالكمية المطلوبة للاستهلاك يعني كل ما ارتفع الانتاج كمانا عم يرتفع الاستهلاك والاستهلاك تخطى 100 مليون برميل يومياً بالإنتاج والاستهلاك واستهلاك 2.5 أكثر من 100 مليون برميل الحاجات والاستهلاك بداية طبيعة المستند خريطة موضوع المستند توزع الدول والمناطق بحسب إنتاج واستهلاك واحتياطي النفط في العالم المراكز الخمسة الأولى بإنتاج النفط بالعالم هنا الشرق الأوسط أمريكا شمالية جماعة دول مستقلة الدول استقلت عن الاتحاد السوفيتي الأربعة عشر دولة كانوا بالاتحاد السوفيتي سابقاً واستقلوا عنه إضافة لأمريكا الوسطى وجنوبية وأفريقيا بالنسبة للمراكز الخمسة الأولى بالاستهلاك بالعالم هنا أسيا المحيط الهادئ أمريكا الشمالية أوروبا جماعة دول مستقلة والشرق الأوسط المراكز الخمسة الأولى بالاحتياط هنا شرق الأوسط أمريكا الوسطى والجنوبية أمريكا الشمالية جماعة دول مستقلة وإفريقيا ملاحظة في حال كان السؤال مش مراكز دول مثل ما قلنا بنذكر الدول اللي موجودة هون بالمستند كلها ظاهرة عنا وقت اللي بيطلب مناطق بدنا نعتمد المناطق مثل ما شرحين سابعة السؤال الثالث استنتج واقع الانتاج والاستهلاك والاحتياطي في كل من عالمي الشمال والجنوب هون أكيد في عنا غالبية الدول المنتجة وهي اللي عندها كمين الاحتياط تنتمي إلى دول عالم الجنوب وغالبية الدول المستهلكة للنفط هي تنتمي إلى عالم الشمال إضافة لبعض دول عالم الجنوب اللي هنه الدول الحديثة للتصنيع مثل البرازيل اندونيسيا وماليزيا والمكسيك إضافة للعملاقاء الجنوب اللي هنه السين والهند تجارة النفط الدولية بدنا نحكي عن العوامل المؤثرة بتجارة النفط الدولية أهم العوامل اللي بتأثر هي الأزمات السياسية والأحداث العسكرية بمجرد ما يكون الوضع السياسي والعسكري غير مستقر بيرتفع سعر برميل النفط وبيزيد نتيجة أكيدة زيادة الطلب علي وهان بيكون تخوف من انقطاع أمداداته إما بمنطقة الانتاج أو بالممرات اللي بدأ توصل النفط على دول المستوردة العامل الثاني هو زروف الاقتصادية العالمية في حال كان ركود اقتصادي أكيدة بينخفض الطلب على النفط وبالتالي بينخفض سعره وكمان بيزيد الطلب على النفط بحل الانتعاش الاقتصادي يعني هون العلاقة بين بعضهم هي علاقة طردية العامل الآخر هو المضاربات بالأسواق المالية من خلال البورصات العالمية هون البورصات بتشوف حسب الطلب وحسب الوضع العالمي الاقتصادي العالمي فبيرتفع السعر أو بينخفض طبعا للظروف العامل الآخر هو المخزون النفطي الاستراتيجي فوقت اللي بتتراجع كميات المخزون الاستراتيجي مثلا بالولايات المتحدة الامريكية هي دايما بيكون في عندها مخزون بكفية لمدة 6 شهر في حال هالمخزون هيدا خف أكيدة بدا ترجع تأمن مخزون غيره وهون بهالحالة هيدا بتكون بدا تزيد الطلب على النفط وبالتالي بيرتفع سعره بهيك حالات كمان الظروف المناخية بتأثر على تجارة النفط إذا كان إجا فصل الشتة بارد جدا أكيد رح يزيد الطلب على النفط للتدفئة وهون بيرتفع سعره وإذا كان الشتة معتدل أكيد رح ينخفض الطلب على البترول وبالتالي رح ينخفض سعره لأكبر ميل القوى الفاعلة في تجارة النفط الدولية في عنا اثنان من القوى اللي هن منظمة الأوبك وشركات النفطية الكبرى بداية طبيعة المستند رسم بياني عمودي توزع دول الأوبك بحسب نسبة إنتاجها من الإنتاج النفطي العالم منظمة الأوبك هي بتضم 14 دولة كلها تنتمي لدول عالم الجنوب منظمة الأوبك هي القوة الأساسية اللي بتأثر بتجارة النفط الدولية نظراً لضخامة إنتاجها وضخامة مستهامتها بصادرات العالمية وأيضاً احتياطيها الكبير اللي بيبلغ 71% تقريباً من إجمال احتياطي العالم هالشي هيدا خليها تكون لعب أساسي ورئيسي بتجارة النفط على مستوى الكميات المنتجة والمصاب وفي محلات كثيرة بتشتغل على تحديد سعر النفط بالسوق العالمية وحتى في مرات ممكن تكون مؤثرة بكمية الإنتاج هالمنظمة هيدا دورة بتنسق السياسات النفطية بين دول الأعضاء وبتوحد المواقف بين بعضهم بتحدد سقف الإنتاج لدول الأربعة عشر وبتتفق على توزيع الحصص لكل دولة ليحافظوا على ثبات السوق كمان بيحددوا سعر برميل النفط الخام اللي بينتجوا هنه وبيلتزموا كلهم سوا بهيدا السعر الشركات النفطية الكبرى الشركات هيدا بتقوم بكامل العمليات اللي بيتطلبها استخراج النفط يعني ببلشوا بالأول بالتنقيب بيرجعوا لاستخراجوا بيرجعوا بينقلوا بكرروا بسوقوا كل هالعمليات هيدا اللي بادتصير الشركات هيدا اللي بيملكها هنه دول عالم الشمال متل ما عم بيصير عنا هلأ بلبنان في عنا شركة توتال هي شركة فرنسية بلشوا هلأ حاليا بالتنقيب عن النفط لمدة تقريبا يمكن شهرين إذا لقوا فيه نفط رح يبلش استخراجه ومن بعد ما يعملوا من بعد ما استخراج هالنفط رح أكيد ينقلوا ويكرروا وأكيد الشركة هون رح يكون فئلة أرباح كثيرة لأن بكافة الدول التي يوجد فيها النفط يعني وعم بيستغلوا بيحققوا أرباح خيالية وهذه الأرباح هيدا بتكون لشركات أكثر ما بتكون للدولة اللي هي بتملك النفط بالإضافة لهالشي هيدا الشركات هيدا كتير قوية لدرجة أنه هي بتحدد كافة اتجاهات السوق دول المصدرة للنفط والدول المستوردة له طبيعة المستند الأول رسم بياني دائري موضوعه توزع بعض الدول بحسب نسبة تصدير النفط في العالم إذا منلاحظ غالبية الدول الموجودة بالمستند هي تنتمي إلى دول عالم الجنوب هالدول هيدا هي منتجة للنفط ولكن بانتجة ضخم منه بس ولكن استهلاكة محدود أولا لضعف القطاع الصناعي فيها وثانيا لانخفاض مستوى المعيشة ببعض الدول الثانية هالشي هيدا بيوفر عندها فائد كبير من النفط فبيكون هالفائد هيدا معاد للتصدير بتصدره للدول اللي هي بحاجة لأله هالنفط هيدا بتصدره بشكله الخام ما بتكرره لأنه طاقة التكرير عندها كثير ضعيفة والسبب الثاني لأنه الدول المستوردة لإله بتفضل تاخده بشكله الخام لأن بتكرره بترجع بتصدره أو تستهلكه وبالتالي هون بتعطيها أرباح كثير كبير المستند الثاني رسم بياني دائري طبيعته موضوعه كمان توزع بعض الدول بحسب نسبة استيراد النفط في العالم هالدول هيدا بغالبيتها بتنتمي لعالم الشمال وفي القسم الآخر هو دول حديثة التصنيع أو الدول اللي عم تشهد نهضة اقتصادية مثل الصين والهند والبرازيل وغيره هالدول هيدا بتستورد النفط بسبب التقدم الصناعي الكبير اللي حققته وأكيد لحاجتها للنفط كمصدر طاقة محركة ومادة أولية للصناعات البتروكيموية عندها السبب الثاني لأنه بتملك وسائل نقل كثير متعددة ومتنوعة وهالوسائل هيدا بتستهلك كثير من النفط كمانا سبب هو ارتفاع مستوى المعيشة كل ما ارتفع مستوى المعيشة كل ما صار في عندنا استهلك أكثر للنفط بأكيد للإنارة للتدفئة وللتبريد هون بدنا ننتبه لفكرة إنه بعض الدول الصناعية ما بتنتج نفط بتبين بعداد الدول المصدرة للمشتقات النفطية يعني مثل عنا كثير دول مثل هولندا مثلا تستورد النفط الخام وبتصدره مشتقات نفطية بهاش الطريقة هيدا بتحقق أرباح كثير كبيرة ومتيجة هالعملية هيدا اللي بتقوم بيها أهمية النفط العربي بالتجارة الدولية النفط العربي بيتمتع بدور أساسي ومحوري بالتجارة الدولية وهالشي هيدا لأنه بيتميز بميزات عديدة أهم موقع العالم العربي الاستراتيجي لأنه هو بيتوسط العالم القديم يعني أسيا أوروبا إفريقية كمان عنده سواحل بحرية طويلة وهالشي هيدا بيخليكم في عنده مرافق نفطية مهمة على سواحله كمان عنده ممرات مائية بيتحكم بإمدادات النفط بالعالم اللي هنه مضيق هرمز باب المندب قناة سواس ومضيق جبل طارق كمان من ميزاته امتليكه لأحتياطي نفطي هو أكبر لأكبر والأضخم بالعالم بأكتر من نص احتياطي العالم موجود بالعالم العربي أيضا قدرته الانتاجية العالية اللي هي أكتر من ثلث الانتاج العالمي وهيدا بيرجع لغزارة الأبار الموجودة فيه يعني المعدل تقريبا خمسة آلاف برميل يوميا وإذا بدنا نقارن بين العراق ده نفطريد وبين الولايات المتحدة بالعراق باليوم الواحد البير بيطلع خمسة عشر ألف برميل بينما بالولايات المتحدة أربعة عشر برميل فقط وهيدا يعني بنشوف أدي أهمية نفط العربي عنده كمانا ميزة اللي هي الجودة اللي كتير بيتميز فيها لأنه الشوائف فيه كتير قليلة ومتدنية وهيدا الشي هالميزات هيدا عطته للنفط العربي أهمية عالمية وزيدت بالوقت نفسه أطماع الغرب أو العالم الشمال ببلدان الدول العربية المنتجة للنفط ترجمة نانسي قنقر